سجلت المملكة هذا اليوم خمسة عشر حالة جديدة من الإصابة بمرض كورونا موزعة كما يلي خمسة حالات من مستشفى حمزة وهم أربع محجور عليهم اثنان قدماء من أمريكا وطفل عمره أربع سنوات ابن أحدى المريضات وتم متابعته لأنها كانت مصابة وأتت من السفر وأحدهم محجور عليه حيث أتى مريضا وهو مخالط لأحد المرضى كما سجلت إصابة إحدى السكرتيرات في مستشفى حمزة وعلى الفور قامت فرقة التبع بعمل فحص لجميع مرتبات وكوادر مستشفى حمزة والحمد لله لم تثبت إصابة أي واحد وكانت سلبية حتى المدير إصابته سلبية فبالتالي نعتبر بأن الإصابة أتت من الخارج وسيتم متابعة الكوادر بفحوصات دورية والوضع مطمئن هناك حالتان أتتا من العراق وكان محجور عليهم مع الجماعة اللي حجر عليهم يوم الاثنين وحالة من لندن فتاة تبلغ من العمر عشرين عام وشخص أتى من أمستردام وخمسة حالات من مخالطي حفل الزفاف في إربت وشخص مخالط لمريضة البشير أو ممرضة البشير وبالتالي عدد الحالات خمسة عشر ويصبح عدد المصابين في المملكة مية وسبعة وشرين حالة وأريد أن أؤكد هنا بأن أحد المصابين البارحة كان طفل عمره شهران واليوم طفل عمره أربعة سنوات وهذا يبدد بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بأن الأطفال لا يصابون الأطفال يصابون لكن نسبة الوفاة عندهم قليلة جدا مقارنة بكبار السن لذلك أهيب بالإخوة المواطنين أن لا يتهاونوا في هذا الموضوع ونرى الكثير من الشباب صغار السن ما بين 12 عاما و 16 عاما في الشوارع أحيانا أو متجمعين وهذا استهتار ممكن بعضهم أن ينقل إليكم المرض وأريد أن أتكلم مع هؤلاء الشباب أنتم جيل المستقبل ونحن نضحي بكل شيء من أجلكم لذلك أرجو أن تمكثوا في البيت لتحموا أبهاتكم وأمهاتكم وعائلتكم كذلك أريد أن أؤكد بأن الحالة للسيدة ذو 82 عام حالتها ممتازة جدا وسوف يتم الإعلان لاحقا عن طريق التوزيع العلاج وفتح الصيدليات وإرسال الدواء للمرضى شيء آخر أريد أن أنوه عليه البارحة قامت كوادر الدفاع المدني بنقل الآلاف إلى المستشفيات منها 1800 حالة إلى مستشفى البشير ومن هؤلاء فقط 400 حالة تحتاج إلى مستشفى أو إلى زيارة الطبيب لذلك أهيب بالإخوة المواطنين استخدام ومنادات كوادر الدفاع المدني فقط عند الضرورة القصوى وسوف نقوم في اليومين القادمين بإرسال أطباء فريق أطباء وتمريض مع كوادر الدفاع المدني لكي لا ننقل هؤلاء كلا المرضى إن تجمع الآلاف أو المئات من المرضى في الطوارئ سوف ينقل المرض بين الناس إذا كان هناك شخص مصاب وبالتالي سوف نفقد كل ما عملناه فشكرا وشكرا لطواقم الأمن العام والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يعني تعبوا كثير خلينا نوقف معهم مساعدهم وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة